موسيقى السادة المشاهدون الأكارم أصعد الله أوقاتكم بكل خير ورمضان كريم لجميع مشاهدي سي ام بي سي عربية في هذه الحلقة من حوار الأسبوع وضيف فيها الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وهو وزير الدولة القطري ورئيس مكتبة قطر الوطنية أرحب بك دكتور عبر شاشتنا سي ام بي سي عربية ونحن نجري هذا اللقاء في هذا المكان وهذا صارح مكتبة قطر الوطنية ومن حولنا عشرات بالمئات ألاف الكتب والموسوعات بكل جميع لغات العالم دكتور إلى أي حد ترى بأن الثورة الرقمية طغت وبالتالي ألغت الدور التقليدي للمكتبة وبالتالي حولتها حاليا إلى فلكلور أو ديكور من ضمن المباني العامة للدولة وربما في مرحلة ما إلى متاحف لا أعتقد هذا إطلاقاً وبالذات بالنسبة لمكتبة قطر الوطنية الثورة الرقمية ساعدتنا مساعدة كبيرة جداً لتقديم خدماتنا لمتعاملين مع مكتبة قطر الوطنية ومن مزايا هذه المكتبة الحداثة والحداثة لا تكون دون الرقمية دون الديجيتيزيشن ومكتبة قطر الوطنية تتميز رغم حداثتها بهذه الصفة على المكتبات الأخرى إنها في مقدمة المكتبات العربية مكانة ودوراً وجهرة وهذا واحد من أسباب مكانة مكتبة قطر الوطنية هو الرقمية وعلى سبيل المثال الحاصر مكتبة قطر الوطنية كان الاستداد لها مبكراً قبل الإعلان عنها يعني في 2014 وقعنا اتفاق مع مكتبة بريطانية ولن عندنا ملايين الوثائق عن منطقة قطر والعالم الإسلامي التي لا توجد في مكتبة أخرى والتي يعتمد على مكتبة قطر الوطنية فيها تعلم دكتور بأن هناك تحدي كبير أمام الفرد العربي وعدد مقرؤيته قياسة ربما في أماكن أخرى من العالم المكتبة بشكل عام ومكتبة قطر الوطنية إلى أي حد قلصت هذه الفجوة ورفعت من كفاءة المقرؤية لدى القارئ على الأقل هنا في قطر ستفاجأ وبكل تأكيد ستفاجأ مفاجأة سارة إن العام الماضي الذين استعاروا كتباً فقط في مكتبة قطر الوطنية وصل لحوالي 280 ألف مستعير 2800 كتاب وهذا في بلد صغير رغم قيمته وله دلالته في هذه المرحلة التي يبدو أن هناك من يفكر بأن القراءة قضعفت من يفكر بأن دور الكتاب الورغي قد انتهى أعتقد أن هذه المعلومة تجعله يعيد النظر في رأيه والرقمية لم تكن عقبة في عملية تنشر المعرفة بالعكس هي ميزة كبرى لهذه المكتبة وللمعرفة بصورة عامة الآن استطاع فنيوم مكتبة قطر الوطنية أن يقدموا للمتابع عمل كبير جداً وهو يستطيع أن يقرأ الكتاب كتابة أو يسمعه أن شاء وفي أي مكان شاء من خلال مكتبة قطر الوطنية إلى أي حد تختلف أو تتفق دكتور مع المعادلة التي تقول بأنه كلما زادت الثروة وزاد المال يعني قلت المقرؤية وقلت الانتباه إلى الفكر والثقافة بشكل عام أنا أمن بوجودها أنا أمن بالعكس يعني أعتقد الثقافة مترابطة مع بعضها البعض والثقافة موجودة في أي ميدان من الميادين يعني حتى أنا أعتقد رجل الأعمال الذي لا يتمتع بقدر من الثقافة لا يستطيع أن يقوم بعمله على أفضل وجه الرجل الطبيب لا يستطيع أن يقوم بعمله لم يكن على قدر من الثقافة لذلك أعتقد أن هذه التطورات الألمية الكبرى التي يشهدها القرن عامل إيجابي وفعال نحو تعزيز مكانة الثقافة دكتور يعني بطبعي أنا كصحفي ربما أكون مغموس بالمقاربات والمقارنات وبصفة مراقب أرى بأنه في ستينيات وسبعينيات وثمانيات القرن الماضي الحركة الثقافية والفكرية والإنتاج الفكري في قطر على جميع المستويات كان في مرحلة متقدمة إذا ما قرنتها في المرحلة العالية في فترة ما بعد ثورة الغاز ما بعد العام 2000 تتفاق أن تختلف أنا أعتقد أن مستقبل الثقافة في قطر مستقبل واحد وفي ظاهرة لا يمكن أن تغيب عن المراقب وهو تعدد المؤسسات الثقافية في قطر وذات مكانة كبيرة جداً عندك الحي الثقافي مثلاً كتارة يقوم بنشاطات على مدار العام وتصل إذا عدت إلى نشاطاته خلال المنديال بالمئات وأيضاً عندك متاحف قطر وما تقوم به من نشاطات في كل جوانب المعرفة وعندك مكتبة قطر الوطنية رغم حدثتها أيضاً تقوم بنشاطات محلية وعربية ودولية وتوثق صلاتها مع المؤسسات الذات العمل المشترك في كل مكان في العالم في العالم العربي والعالم الإسلامي وفي العالم ككل وأيضاً لدينا مؤسسات علمية كبرى لا يمكن إلا أن يكون لها تأثيرها على الثقافة عندك المدينة التعليمية هذه الظاهرة ليست موجودة في أي مكان آخر أن تجد ثمان جامعات في مكان واحد في هذا المكان الذي نوجد فيه الآن أو أن تجد معهد مثل معهد الدوحة وهو مركز ليس فقط معهداً للتدريس ما بعد الجامعة ولكن أيضاً هو مركز أبحاث وتراسات كل هذه أن تكون المؤسسات موجودة في بلد صغير مثل قطر يؤكد على أنه مستقبل الثقافة بخير إنما يجب أن يكون هناك خطة واضحة في المعالم خطة يشترك فيه كل المعنيين بالثقافة وأيضاً خطة تنفيذية لهذه الخطة العامة كما تعلم دكتور قطر لديها الكثير من أدوات القوة الناعمة إن على مستوى الاقتصاد إن على مستوى الإعلام ولكن ماذا عن مستوى الثقافة؟ فهل أنت راض عن القوة الناعمة التي تستخدمه قطر في مجال الثقافة والفكر بشكل عام؟ لا، الطموح يجب أن يكون أكبر دائماً لأن عندما يكون الطموح بحجم الواقع لا تعمل عملاً جيداً ولا يستطيع أن تبدأ الإبداع قائم على أساس أن طموحك يكون أكثر مما أنت فيه وأن تبحث دائماً عن الأفضل وربما يعني لا أريد أن أستبقى الأحداث لأنه بكل تكيد هذا العمر في ذلك ما حدث من عمل ثقافي كبير خلال المونديال يوحي على أنه ويشي بلا أنه لأنه دور هذه المؤسسات لم يكن دوراً لا وجود له طبعاً لا يستطيع أن ينكر أحد بأنه قطر قدمت مونديالاً لن ينساه أحد ولكن إرث هذا المونديال وعلى قطاعات ومستويات مختلفة يمكن استثماره ماذا عن الاستثمار على مستوى الفكر والثقافة؟ أشوف كان لي ندوة منذ عدة أيام في معهد الدوحة ضمن البرنامج الثقافي لوزارة الثقافة وأنهيتها بشكل تقليدي لا ينهي به المحاضرة عادة المحاضرته وهو توصيات ومن ضمن توصياتي ويسعدني جداً أن أقول هذا الكلام على محطتكم ومعكم أن الحفاظ على القمة دائماً أصعب من الوصول له وقطر حقت نجاح ونجاح كبير جداً أشهد به العالم في كل الجوانب في مسألة تنظيمية في عملية دور الثقافي الكبير جداً الذي يمكن لم يسبق له مثيل في أي مونديال في مونديال ناجح من جميع جوانبه لكن مهمتنا الآن أن نحافظ على هذا النجاح والمحافظة على هذه النجاح تحتاج من الدولة عمل كبير جداً تحتاج إلى خطة متكاملة خطة سياسية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية لا يمكن لجانب من الجوانب أن يكون على حساب الجانب الآخر وأنا ثقتي بأن المسؤولين صاحب السمو الأمير حفظه الله ومعالي رئيس الوزراء وهو رجل سياسة من طراز رفيع جداً وتعامل مع العالم ككل سنوات عديدة لا يمكن أن يغيب هذا الأمر عنهم وأتوقع أن تكون هناك خطة متكاملة قريباً سنراها لتتعامل لما بعد المونديال ولتجعل من نجاح مستدام خلال العقدين الماضيين استطاعت قطر أن تنهض ببنية تحتية شدها الجميع فقط أكثر من 200 مليار دولار أمريكي بما فيها مشاريع النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والصناعات والمشاريع الإعلامية وغيرها ولكن ماذا عن المشاريع الثقافية بشكل عام والإنتاج الفكري والثقافي إلى حد ما هناك من يسأل أين هو اليوم معهد الدوحة الفنون المسرحية أو كليات النقد الأدبي والفكري ومثلاً كلية الدوحة للفنون الجميلة أو المعهد المسرحي أين هي اليوم؟ أنا أشاركك الرأي أننا في حاجة لأن نفكر في هذا الأمر في تفكير جيد وقطر قادر على أن تكون بدور كبير جداً في خدمة الثقافة ولا أقول الثقافة القطرية فقط وإنما هو أهم الثقافة العربية الثقافة العالم في حاجة لتقديم هذه الثقافة له وقطر بما تملك من إمكانيات قادرة عن تقوم بهذا الدور وأنا الحقيقة أعمل أن يكون هذا الموضوع محل اهتمام من المسؤولين في وزارة الثقافة ومن المسؤولين في المؤسسات الثقافية ونحن جزء منها وأنه فعلاً علينا أن نبحث لماذا لم تكن لدينا هذه المؤسسات التي تشكل في نهاية المطاف سند ودعم لدبلماسيتنا نحن نجحون في العمل السياسي نجحون في فضل النزاعات الدولية ولكن نحتاج إلى دبلماسية ثقافية ومن وجود دبلماسية ثقافية أن يكون لدينا مثل هذه المؤسسات التي أشرت لها لا زال الأمل كبير والطموح كبير أن يعي المسؤولين أهمية أن يعي المسؤولون أهمية هذا الموضوع وأن يسعوا فعلاً لوجود مثل هذه المؤسسات الاهتمام بالموسيقى الاهتمام بالمسرح الاهتمام بالكتاب كل هذه الأمور أعتقد أن التنوية لا يمكن أن تكتمل ولا تكون مستدامة دون التعامل معها دكتور من خلال تجربتك بالعمل الدبلوماسي ووزيراً للإعلام ثم وزيراً للثقافة في قطر وعملك بالشأن العام وأنت صاحب إنتاج فكري أيضاً لك عديد من مؤلفات هل ترى بأن هناك أزمة نص أزمة إنتاج فكري وثقافي في قطر أم أنه لا لدينا أزمة مثقف لا أنا أعتقد للأسف متواضع ونحن أنا يعني لا يمكن أن أقطع الأمل لأنه مثل هذه مع الزمن ومثل هذه المؤسسات التعليمية الكبرى التي تزخر بها قطر سواء جامعة قطر وجامعة قطر الآن واحدة من أبرز الجامعات وأنا منذ أيام وأنا عايش في قطر ذهبت إلى جامعة قطر لتوقيع كتاب لي ورأيت كيف الأتمام الكبير الذي توليه الدولة لجامعة قطر والبنية التحتية فيها بنية كبيرة جداً سواء من حيث المكتبة أو شؤون الطلاب أو المباني الجميلة جداً لكل الكليات يعني أنا واثق أن مثل جهود مثل هذه المؤسسات وعندك هذه المؤسسة وغير مؤسسة قطر لا يمكن أن تضيعها با يعني عندي أعمال كبير جداً أنه في نهاية المطاف نصل إلى المستوى الذي نطبح له دكتور أسأذنك وأساد المشاهدين بهذا الفاصل الإعلاني القصير ونعود لمتابعة حوار الأسبوع أعزائي المشاهدين فاصلاً ونعوداً تبتعد كثيراً ابقوا معنا مرحباً بكم الجديد أعزائي المشاهدين ومتابعة لقسم الثاني من حلقة حوار الأسبوع ووظيفي فيها الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وهو وزير الدولة القطر ورئيس مكتبة قطر الوطنية انطلاقاً مما ذكرت ونحن هنا في هذا الصرح الثقافي ما هي سياسة المكتبة بشكل عام؟ وهي فقط ليست مكان للقراءة إنما هي أكبر من ذلك لتطوير النص وخلق منتد ثقافي وفكري جديد وبالتالي إنتاج مثقف مكتبة قطر الوطنية رغم حدثتها لكن النشاط الذي تقوم به وبالذات في سنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة نشاط مشهود به وتعد الفعاليات لا أقول بالمئات ولكن بالعشرات ويومياً لكل الجوانب الثقافية وليس فقط نشاط وزارة المكتبة القطر الوطنية مقصور على الجانب المحلي القطري وإنما أيضاً لمكتبة القطر الوطنية تواصل مع مكتبات العالم أشرت منذ قليل المكتبة البريطانية وغيرها وأيضاً لنا اتفاقيات ونسعى لتفعيل هذه مع تركيا مع بلاد ما وراء النهرين مع أيضاً إيطاليا مع الفاتيكان فالنشاط لا يتوقف وأعتقد أنه الآن بدأ يأخذ مجرات إعلامياً وأصبح الكل على علمه كما تعلم دكتور اليوم التكنولوجيا سرقت الطفل من الكلمة المكتوبة أو المقروعة أو حتى المطبوع أنتم كمكتبة بشكل عام أين دوركم على مستوى تعزيز ثقافة الطفل وأين هو أدب الطفل بشكل عام في قطر أعتقد أننا عندنا إدارة الطفل واليافعين ليس فقط لقراءة الكتاب وإنما تتخطى ذلك إلى عملية معرفية متكاملة يعني عملية اهتمام الجانب الفنية عملية التمثيل عملية الإخراج عملية التعامل مع الأجهزة الإعلامية كلها موجودة يعني الكاميرا كل هذه الأشياء موجودة وتكمل بعضها بعضاً وأنا أدعوك أنه على ضوء هذه المقابلة أن تزور مكتبة الطفل وترى أنها ليست مجرد مكتبة وأنها تتخطى إلى مع وراء ذلك إلى تقطيع المعرفة بجوانبها المختلفة والحقيقة نحن نملك شيء ربما الآن ترى بوضوح أن هذا التصميم الجميل جداً والفريد ربما من نوعه يجعل الأسرة تأتي إلى هنا وتجلس لتستمتع بقراءة كتاب بينما الأطفال هناك يمارسون هواياتهم ويتعلمون أيضاً ويزددون المعرفة أريد أن أذهب معك إلى عالم الصحافة والإعلام وأنت ابن الكلمة المقرؤة والمكتوبة بشكل عام كنت وزيراً للإعلام لفترة ليست بالقصيرة ما قبل 1996 في فترة الرقابة على الصحافة كانت الصحافة مزدهرة في قطر سقف الحريات كان مرتفعاً ما بعد الغاء ما بات يعرف في الرقابة على الصحف الإدارات التنفيذية في الصحف رسمت لنفسها ثقوف معينة واعتقدت أن هذا ما يرضي صانع القرار اليوم هناك من يقول أنه في قطر الكثير من الصحف والقليل من الصحافة أنا سأنتقد وحنا تعلمنا في قطر على الجرع والانتقاد للأسف طغى العامل التجاري والمادي على الصحف أكثر من المحتوى أو من الدور الذي يمكن أن تقوم به الجريدة يهم جداً في مناسبة من المناسبات أن يكون لديها إعلانات لكن أنا أطالب صحفتنا أن تستمع إلى مثل هذه الملاحظة وأعتقد ما قلته لا أستطيع أن أقول أنه غير صحيح أقول أنه صحيح وهو لاحظة وأطالب الإعلام والوسلين على الإعلام والدولة ككل أن تنتبه لذلك وأن ترى أن كل ما زادت هامش الحرية كل ما زادت الاعتماد على الإعلام أنه كل ما أصبح أكثر الإعلام أكثر ارتباط بالمواطن وبالوطن ما ردك على الحجة التي يسوقها الكادر القطري لجهة العمل في الإعلام؟ بأن المردود المالي في الإعلام لا يقاس مقارنة ربما بوظائف أو أعمال أخرى وهذا ما نرى على أرض الواقع اليوم الكادر الإعلامي القطري أكاد لا يرى حقيقة على الساحة الإعلامية على مستوى إعداد التقارير ربما أو إنتاج الصحفة المباشر هو أشوف هذه يعني ظاهرة ليست مقطورة على الصحافة القطرية الآن الصحافة المكتوبة تواجه مشكلة ومشكلة كبيرة جدا وحتى في الصحافة الأمريكية أو الصحافة الغربية أو في أي مكان في العالم أصبحت دخلها واهتمامها بالصحافة من خلال الإنترنت أكثر من اهتمامها بالصحافة المقرؤة والبراقية وهذا تطور علمي كبير جدا أعتقد لابد أن يوضع في الاعتبار كما ذكرت دكتور أنت كمثقف أنت أبن الكريمة المكتوبة بشكل عام التلفزيون والسينما إلى أي حد ترى بأنه بالفعل سرقت هذه الكلمة وبالتالي أفقدت دور الكلمة المقرؤة والمكتوبة بتأثيرها في المشتبع بشكل عام وصناعة رأيها هو أثر لا أستطيع أن أكون سرقت بشكل كامل لكن أثر وتأثير كبير جدا وأصبح الآن الثقافة السريعة يعني حتى إذا كنت ستشاهد شريطا وزاد على ثلاث دقائق أعتقد ترى أنه شريط طويل لن تتمكن من مشاهدته وأصبحت الآن اللغة أقرب إلى ما تكون للغة التويت التغريدة فبكل تأكيد عالمنا عالم التك توك وعالم التويت وعالم هذه الثقافة السريعة أثر تأثير سلبي كبير جدا وإلا من حماه الله من مثل هذا التأثير يعني لا أستطيع أن أكران هذا التأثير لكن أيضا لا زال هناك الكثير ليس فقط من أمل من القراء ومن الكتاب الجدين واللي يحاولوا مقاومة مثل هذا التوجه أيضا دكتور هناك من يرى بأنه المناهج الدراسية الحالية سواء في المراحل الابتدائية والعدادية وحتى الثانوية وحتى الجامعية بدأت تنتج خرجين فقط وليس مبدعين أو مفكرين أو مثقفين شوف المناهج التعليمية أنا أعتقد أنه لدينا جامعات معترمجة وعلى جامعة قطر من الجامعات الممتازة جامعات مؤسسة قطر جامعات عالمية معهد الدوحة مشهود له أيضا بالأداء الكبير جدا والحقيقة الكثير من شبابنا وشاباتنا على مستوى رفيع من المعرفة والعلم والأداء وأنا فخور بهذا الجيل يعني عكس ما قد يتصور كثير من الناس أن هذا الجيل أصبح جيل غير جدي جيل لا يعطينا المعرفة حقها لا في كثير من شبابنا ونتاج لهذه المسيرة التي لازالت في الطريق واعد وواعد إن شاء الله بحياة ثقافية وحياة علمية ناجحة في هذا البلد يعني دعني أعود معك إلى ما قلته لك سابقا في هذا الحلقة أنه أنا ابن المقارنات ربما هو ربما أستطيع من خلال هذا المنهج أن أستقي وأفهم بعض الشيء نادي الجسرة الثقافي كان منبرا ثقافيا كبيرا بفترة الستينات والسبعينات والثمانينيات كان يستخدم كبار الكتاب والمفكرين والشعراء العرب اليوم يكاد لا يذكر هذا المركز الذي كان عبارة عن شعل ثقافية في العالم العربي هو أنا أريد أعيدك إلى الدوحة 2010 كانت الدوحة عاصمة الثقافة العربية وبحق كانت نقطة تحول ثقافي في قطر لأنه لم نقصرها على الثقافة العربية وأن كنت أنا رئيس اللجنة المنظمة لهذه الفعالية وكنت وزير الثقافة وأكثر من 380 فعالية خلال العام وكان بكل تأكيد لها تأثيرها وأنا لازلت يعني رغم كل بعض رغم بعض الظواهر السلبية لازل الأمل كبير في أنه هذه المؤسسات العلمية وهذا الاتمام من الدولة الكبير بهذه المؤسسات العلمية والثقافية سيكون نتاجة يتفق ما نعمل إليه طبعا نعمل أيضا مزيد من هذه الفعاليات في هذا العام خاصة أن الدوحة هي عاصمة السياحة العربية العام 2023 هو يعني الآن ونحن نتحدث في مكتبة قطر وطنية مؤتمر مهم جدا ومؤتمر أنا كنت المتحدث الأول فيه متحدث فيه تفصيلا عن هذا الموضوع كانت أشبه مدخلتي أشبه بمحاضرة عن دور السياسة في الدبلنسية الثقافية أو دور الثقافة في الدبلنسية الثقافية والمنديال صلت الضوء على هذا الموضوع وأعتقد أي تأريخ للدبلنسية الثقافية الآن لا يمكن أن يضع منديال الدوحة في الاعتبار وطبعا نحن استطاعت قطر بنجاح أن توصل رسائل مهمة جدا للعالم ومن ضمن هذه الرسائل الاحترام المتبادل للثقافات ولا تستطيع الثقافة أن تفرض نفسها على الآخرين وأيضا الاحترام المتبادل للقيم هناك قيم عالمية مشتركة وهذه ركيزة من ركائز الاستقرار في العالم لأنه إن لم يكن هناك احترام متبادل بين الثقافات حتى السلم العالمية تعرض للخطر وهذا مبدأ من المبادئ الثابتة في النظامات الثقافية في العالم قطر نجحت في أن تحول هذا المبدأ إلى واقع وفرضته عندما واجب أن تفرضه وأنا أعتقد أن هذا سيكون لصداة المستقبلين إن شاء الله سررت جدا دكتور بي اللقاء معك ضمن حوار الأسبوع في هذه الأمسية الرمضانية نتمنى لك دوام الصحة والعافية وشكرا جزيلا لك كنت معي في حوار الأسبوع وأنا شكرا لكم لتاحة هذه الفرصة وأنتم أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء قريب اشتركوا في القناة